السيد علي باقري كيني وزير الخارجية الإيراني الجديد وهذه هي صورة السيد علي باقري ارتبط اسمه بالمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني قاد فريق بلاده التفاوضي في فينا وعدد من العواصم العربية يعد باقري من الطيار المحافظ وكان مساعدا لكبير المفاوضين الإيرانيين السيد سعيد جليلي شغل باقري منصب أمين سر لجنة حقوق الإنسان في إيران ونائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية بين عامي 2019 و2021 عينه وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان مساعدا له في الشؤون السياسية عام 2021 بعد فوز إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة ثم ترقى باقري في مراتب المسئولية إلى أن وصل إلى منصب نائب وزير الخارجية وظل في هذه المسئولية إلى أن تم تعيينه وزيرا للخارجية خلفا لعبداللهيان بعدما توفي الأخير رفقة رئيسي ومسؤولين آخرين في تحطيم الطائرة المروحية